السلام عليكم القيصة دياري ستكون خفيفة ضريفة ولكن يرفيها واحد الرسالة تدوز هالشي اباء اللي قدر يكونوا باقين تديروا شحويش بحلاقة من اللي يجي شي انسان يبغي يخطب من عندهم شي بنت انا صرت لي واحد القيصة اللي ما اكدبش عليكم ما زال حد لان تنعاني منها قبل ما تسمع القيصة دياري كنترجعك انك الى عجباتك ولا وغير القيصة وحدة ولا شي فكرة وحدة باش تجازيها تسيدد على المجهود ديالو تخلي معك واحد لايك يالله خليكم هالقيصة من بعد 14 عام ديال واحد الحب والوفاء والإخلاص والاجتهاد وخاب بيانسور كيف ما كان عارفو احنا في دياتنا المسلمة العلاقات الغير شرعية محرمة غير شرعية يعني ماشي بضرورة انه تكون واحد يكون واحد شي علاقات حميمية ولا مهم غير انك مصاح مالبنت دك شي ما حرام ولكن يعني مكين مواركين كيف يقولوا أنا وهذه السيدة دي أبغينا بعض يادنا وكانت عندها هي خمسة سرعة وكانت عندها هي ستة سرعة يعني تلاقينا في الإعداد بدا دك شي دي تبرهيش وكادها والرسائيل ونتلاقاوا في الكور وهذه دي دك شي بدا عادي جدا على العمومة نسمتي أناس وهذه السيدة دي اللي اللي غادي نعود لكم على هاتش هذا بقى معي تل خير باتتعرف شنو ترى ندخلوه في الموضوع بقيت غادي نوات السيدة دي سنوات وحنا قل مغيوب بعدي اياتنا كيف كتلكم في اللورة هربعتاشر عام هربعتاشر عام وحنا في علاقة شنو ترى فاضل ربعتاشر عام وشنو وقاع وكيفاش وعلاش هوي سيدي فاش بصلنا لباك كبرنا والعقل كبر خرجوا لنا بزاب دي الإشاعات حيات احنا تاخذينا قارب بتا واحد ما يعرف طبيعة العلاقة دينا حتى ايام منو عليها تقول صحابتها وكذا وكذا يعني ذاكش في السنوات الأولى دي الإعداذي كانوا لبنات صحابتها تسولوها تقولوا مراني كان بغيرها كذا ولكن فاش وصلنا الباكسة في قطاعات على ابنها دي ما تقول ما خبرنا ما كتخوش عن التشي واحد هي كانوا عندها ثلاثة دي الخواتات ابنت وانا يا حالة عادية عندي جوج دي الخوتي ترون وكيد ذاكش ما كيهمش اللي كيهم هما خواتاتها هي يعني عندها ثلاثة دخواتاتها وهي الرابعة وما كلهم بنت وهي الصغيرة فيهم درجة الحب اللي وصلنا لها وصلنا لواحد الحب اللي ما عندوش كلمة تقدر توصفوه ومصرن على أننا ننتزوجوه انا فاش وصلت للباكس ما جابش لله ما نجحتش وخرجت من الباكس بقات ايام كملة الدراسة ديالتها هي سقطات ولكن عودت للباكس ومشات لا فاكمورها انا مشيت تنقلب على راسي انا نندبر علي شي حرفة خصني ندبر على شي حاجان نخدم مهم ندير اي حاجة واحد الصديق قد يريطة اي هالية وهالفكرة قلي يا لاش ما تمشيش لشي شي مركز ديالت تكوين وتدير شي حرفة في الإلكتريسيتي ولا في الميكانيك ولا هادي رأتي يدخلوا بالنباو باك ومن بعد دبر على شي شركة وخدم معها فعلا ذاك شي اللي الفكرة كانت زوينة مشيت تقلبت على راسي غير هو ذاك الساعة يعني اللي كان اضلكم عليها هانا يا خسك تخلص فلوس لباو تيتقرع على ذاك الديبلوم حتاجات تكوين الميهالي لعلم تطبيقية وذاك شي فكات عباد الله ايه هذيك مشيت هدرت مع الوليد قلت لي رابط ندير شي ديبلوم ما هذي قل لي انت اخرج شي من الباك وغي سقطين بوديش تعاوض يعني بصعوبة بش انه تقبل انه يخلص عليها ذاك الديبلوم ما علينا خلصوا عليها قريت الالكتريسيتي وغاوا بشرط خصني ننجح في ذاك الديبلوم عن قراصة شهور فعام فعام من حدا كنتك تزيد تتقرع من حدا كنتك تزيد تطلع في القراط ديالديبلوم ديرك فعلا كملت هذيك السنوات كلها وانا باقي مع هذيك السيدة اللي كان بغيها باقي معها وموعدين بالزواج وخدام على راسي بالطبع بنفس التحدي لاني لا ندير للرجاع بعد المرة ما كنت تلقى جز سمينة تجبر ثلاثة سمينة تجبر شهر لا تجبرك كنتكون ايقاريا اخ داما كنت كنا كنا ناجاي وكان توحشيا بزاف بعد المرة سنتتبلاصة يعني كان بواحد المرة بقي عقل لاشهر ما تشوفناش غي التاليبون غي التاليبون المساجات كيف كمي تدريطين اليوم ايضا كمي تدريطيني كيف كتا فعلا احضر هذا الديبلوم دي بلون ديال الالكتريسيتي فتو الهندسة مشي مهندس لكن اي حاجة عنده علاقة بليتخونسفورماتور فاتش ديال الضو ديال الشركات بحالة الشركة معرضش كل المدينة في اسم شركة يمكن الفب بالماء والكهرباء والتطهير واللسينيس ماء ودك شي ما علينا خديت دي بلون ديالي والمدينة اللي انا فيها فيها واحد شرك دفعت لهم قالك غدت ضرب عدنا 16 6 شهور ضربت عندهم 6 شهور زادوني 6 شهور اخرى وبقيت صبر ما كانت تخلص موالو كان ضرب تمارا تمارا خدمة ديال تمارا حاجة انا كنت كان اغلب الاوقات كنت كانكون في الطينا يعني ذاك ذاك الابوتو والساندخال والليغي بارتي الصغار وهذا على برات نكون انا ما علينا دي بو السمعام ذاك 12 شهر ديال ديال السطاج واشقوا البوني فيها ولا لا المهم انا خدمت مراهزنا ومعي كونترا القاوب اللي اندي كفاءة القاوب اللي كان فهم في ذاك شي واخد يعني الديبلوم ديالي عنجا دارة واستحقق خديت البوز ديالي بديت بصالير ديال 4900 درام اعتشي كولو اللي كان عاود لكم انا كانت حاضرة فيما ديالك السيدة اي حاجة كنقول لها انا قبلوني ركادة 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 قلت لي يا شوف دابنتا بديت دار كومران واخصمتش خير الحمد لله شوف شي دويرة انت عاونوا عليها انا نقول لك شنو تصايب وشنو كادة ونفرشوها وهادي وجمع فليسة تحت منك انا ما كانت فيها لابلية لسي ديزكري احنا مصرن على اننا غادي نتزوجه صاف مصرن اننا نتزوجه قلت لي افرش هذيك الدويرة قد لأمور ديالك هادي بدقيت غادي معها المدة ديال 3 سنين عاد باش كتاب علينا اننا يعني نجمعو معايا ديك المدة فاش تعرفت عليها وفاش عاوت الباك وفاش بشي تنقرأ وزيد عليها ستا عجات ودك الدبلوم اللي خديت وكادة يعني در اختيزال ديال 14 سنة اختيزال ما لنا يا ديك سيهادي قد نفرشو قد من هنا قد من هنا صعيد من هنا تكملت ديك الدار باتي وارغا نزيد واحد شوية ديال الوقت باش نجمعو الفلوس باش نديرو الزواج ديالنا والعرز ديالنا ودك شي قلت لأنا بنت الناس انا ما عينيش في الزواج نديرو عشي حفيله بشي خمسة الفدرام ونخرجو مع الطريق ارى هذوك الفلوس رزيدين فينا ارى هذوك المصاريف كاملين ديال دك شي اللي جبدنا ودك شي اللي قد دينا في الدار انا اللي كان خلص حيث انا اول راجل ما عندها هي ما تخلص هي بقى تغيك تعاود في العوامات لا تفاليدي الاس اه لا تفاليديش تعاود دوس عو تاني لا تفاليديش وهي غادة قد تسناني بيدمن انا واحد الوقت صافي انا طولت بزاف ويما صافي سالولي هالأفق رميما كش بقى تعاود 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 خرجات وقال صاف دارهم قد تسناني هي هذوك السيادي كمّلنا الدار تفقنا لو حفيلة صغيرة جاء اليوم الموعود اللي أنا غادي مشي نخطبها منظرها تم يعني بزاف دي الناس تصدموا حيش كانوا كيشوفونا مع بعضياتنا بعض مرة تحصلنا شي واحد قالسين وما يمكن شي يشوف كل مرة انتها غير مع هذوك الشخص بوحده خصوصا الندر قرأوا معنا من فيامة الاعدادي ايبدي يقول قرأوا من الاعدادي ومرا مع بعضياتهم ومخبين علينا عزيق الوالد والوالدة وواحد خويا وقدرنا عندهم فو نيشان وتعلم هي علمتها وعلمت دارهم وكذا وكذا فاشمشينا احنا يعني الاب دي لها واش هو دي لها كيك انا موغيتش نحكم عليه استقبلنا سلام سلام بقى بليد سلام سلام بزيد تفضل قل سو مشاء لبس عليه جاء دار رجل على رجل مرحبا بكم كادارة قل لي فينت عرفت قل لي انا عرف رجل تمر ولا ولا الدرب ولا الحومة وما بنتنا بزاف واشتها يعني وتبعتها وعرفت الدار فين كينا وقل مزيان مزيان حيث كان جدني اخبار اتعرف شي حد ولا قلت الله او لما امي انا ما اخبار او لها يا الله جاي دعب شوفوا الغريب شنو غايد يدير تسيد قل اذا بنتها بغيت تزوج هذا البنت وعيط لها قل اجي قل اجي قل اجي 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 اكبرو اكتافك بغيت تزوجي واش قادر على تزوجه اقول ايو اش تعرف بعد هذي اضخيتي هذي اللي بغيت جي تاخد معندين تايير ما كتنو ترجوش التلاتة ما كتغسلت بيطانها ما كتغسلت شعرها هزا البنت تحرجت كتبغيت نوتيش الدم يديها كتبغيت انا بدك الحب اللي كان بغي ديك البنت وكان عرفها يعني كان عرف هش كتسو مرضيتش وكنت غنهضر يعني كتدي ليو هذي احاقات بيش نسكت حيتي لازا عرف اللي كن فعلا قاعد ما غادي تخسر القاعد هي يعني دلها سبالي راب الرانين وبقعت يطيح فيها وطيطيح فيها واحد لحد الصفيد تعصبت انا كتخانها تصرف معها بها الطريقة هذه ما كتسو دل في السيدة زي ما ترى بنتك رخص كتسترها ماشي كتفضحها قلت لي انا اخوي قابلة لها قل يلا تشي ماشي منطقة عندك تشي عدد انت تقابل لها واحدة قلت لي انت ماشي شغلك انا قابلة لها ويا تنود بدك الحقرة اللي حسات بها قلت له ما مقيت بغى تجواج ما بقى بغى نجواج بتشي واحد ومشيت من ذيك اللحظة اللي كان شوف انا مشيت تخيلوا معايا هذيك العلاقة كل شي يمشى بسبب ذيك الهضرة من ذيك اللحظة اللي مشيت الوالد والوالدة يعني مرضى وشلدك الامور تيقول نوضي يلا مشو في حالتنا ما بغينا قاب بالناقص من هاد المناسبة انا البنت تنعيد خواتاتها تنعيد البنات اللي يقدروا يمشوا عندها ما تعطيوني تيش يخبر البنت دخلت في حالة كتي ايب حد ولا تغيس داليها ما تبغيت صدمة صدمة خيبة بزاف مرة على مرة ما ما بغيتش نتنازل على ذاك البنت مشي لدارهم مشي عندونا دار معان عايت لي في التليفون مشي عندو القهوة تشبع في سبا نغوات وش بيتي عندي وش بيتي بيتي البنت رغي سد داليها وما عندك ما تدير بيها وسير تجوج لك وابنتي ما تصلح لك وابنتي يعني الامور خرجت على الناس عبد يلا احتج هني واحد لما يصع شوف هؤل الناس هات شي اللي طلع لي مع ابا ما بقاش ندير وجاه باش نكون في معك انا ما عنديش الوجاه باش نكون وها انا غ نتجوج بك وغ نشي وان ما غ بقاش حياتي كلها تعدم غ نساني قول هذه البنت سرطت هالأرض تمشي لدارهم اخواته مك احس صحاباته مك يجو عندها نسمع باللي ما بقاتش تم اخواته يقول لي ما بقاتش نار صيف طب ما ما عقلي يخرج من بلاستو حياتي تقلب كنت ست كيف شد البنت طارت لي من بني كيف من ذاك الوقت الذابة وانا كانت سنة النهار اللي غ يجين في شي مي صاج ولا غ نعرف بقي ما بتجوج ما بغيت نتجوج تش شي واحد هذيك السيدة بغيت نعرف علش طرالية مع هذ البلان هاته جوني فورس جوني بزاف دي انا عقلي عامر غير به هذيك السيدة عقلي عامر غيب غيب يا هي مازال يومي نهاته لبرا طعلا بست سنين وانا كانت سنة تصفت لي مي صاش ولكن سنة نهار لما بدلت النمر النمر بقى عندي وتمحافظ عليها بغير باش ان السيدة هذي نعرف هين هي وش نطر عليها واش هي بقى في قيد الحياة وطار هم تمشي سنقول واحد المطباس عارفها غير بيني وبين السيدة هي اللي أنا ويا عارفين باش لها هذي القصة هذي وصلت لعندها وسمعتها غتعرفني انا وخانتوا ما كون لكم اللي كتسمعوني ما عارفيني شكون أنا شنو سميتي وشنو كندير ولكن إيا غتعرف إيا غتعرف النوط الوردة الحمرة في الهبطة ديال الفيلا الخضر الوردة الحمرة ديال الهبطة ديال الفيلا الخضر أنا مزوج فيك إلا سمعت هذي القصة تواصلي معي كنشكركم بزاف على استماع اشتركوا في القناة